طبعا رح نكمل أكتر في موضوع المفارقات بين آدم والمسيح لكن أنا عاوز أنه بس نعطي خلفية كتابية من الكتاب المقدس يعني اللي هي قصة آدم وحواء وخلقهم في الجنة والعسيان حتى بس نكون الفكرة للكتاب المقدس بسير بتسلسل بتناغم حتى يوصلنا للشخص الكامل اللي هو الرب يسوع فإذا ممكن بس تشرح لنا قصة الخلق آدم حضرت ذكرت الشيء مهم جدا وهو تسلسل الكتاب المقدس أول الكتاب المقدس يقول لنا في البدء خلق الله السماوات والأرض ونستمر في تسلسل رائع وعجيب بدون فواصل زمنية إلى أن نصل في آخر الكتاب المقدس ثم رأيته سماء جديدة وأرضا جديدة يبقى إذن الكتاب المقدس من هذه الزاوية متفرد فيش كتاب في الكون بهذه الروعة أنه يذكر لنا من البداية وحتى النهاية ودون فواصل زمنية على الإطلاق في البدء خلق الله السماوات والأرض التكوين واحد واحد ثم يقول لنا أن الأرض كانت خربة وخالية أو صارت خربة وخالية لأننا نقرأ في إشعية 45-18 أن الله لم يخلقها باطلا ما خلقهاش في حالة الفوضى والتشويش يبقى إذن حدث شيء سبب الخراب للأرض وعلى الأرجح هذا الشيء الذي سبب خراب الأرض هو سقطت الشيطان بدأ الرب في إنجازة أن أقول تجديد الخليق من تكوين واحد ثلاثة قال الله لياكم نور ده اليوم الأول أول شيء عمله الرب أول حاجة لأن الله نور وما يشتغلش في الظلمة الحاجة التانية وفصل بين النور والظلمة بالضبط اليوم التاني فصل بين مياه ومياه واليوم التالت أبرز اليابسة اللي حيثكم فيها الإنسان ثم في اليوم الرابع أوجد نظام المجموعة الشمسية الشمس والقمرة والنجوم اليوم الخامس أوجد الحيوانات واليوم السادس أوجد الإنسان ويقول لنا في تكوين واحد ستة وعشرين قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا طبعا نحن نفهم هذا الكلام مجازي وليس حرفي لأن الله روح فليس له صورة صورة روحية أدبية بالضبط نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا وبعدين عمل الإنسان ذكرا وأنثى ده الكلام ده مذكور في اليوم السادس لما نروح لتكوين اتنين لقيت تفصيلات أكثر عن هذا الأمر كيف أوجد الله آدم من الأرض تراب ونفخ فيه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا ترجمة نانسي قنقر